المسيح يعني أعطى تفسير عمق وبعد روحي للشريعة كمان يعني لما قال قد سمعتم أنه قيل للقلماء لا تقتل ولكن علم أنه الغضب والكرهية والحقد وكلها لما هي قتل فعلي في داخل الإنسان قبل ما تخرج إلى حيز التنفيذ نرجع لموضوع الوحي التدريجي علشان أجاوبك على حيث دي يا خنزار الوحي التدريجي هو الرب كشف لشعبه أشياء وبعدين كشفها بأكثر تفصيل عشان كده بدأ من الوصائل عشر وانتهى بتعليم يسوع طب تعليم يسوع وحضرت ذكرت على الموعز على الجبل وده مات خمسة وستة وسبعة ثلاث أصححات دول هم الموعز على الجبل طبعا في باقي الآن نجي اللقاء ستة مكتوب فبناء على كده تعليم الرب يسوع هنا بتقارن أو بتطور لا تنسخ لكن بتقول بالإضافة إلى أنك مثلا لا تزني تعطي نور جديد تعطي بعد جديد خالص بيرفع دايما بيقول إيه بيرفع البار أو بيرفع المستوى القياسي اللي أنا أقيس عليه أخلاق المسيحية فأخلاق المسيحية في العهد القديم كانت محكومة بأبعاد معينة وهذا المحدود في الفعل لكن يسوع بيتكلم عن النية عن الدافع عن الدافع بالضبط القلب الداخلي عشان كده بدأ يتكلم سمعتم أنه قيل كذا أما أنا فأقول لكم ونلاحظ أنه لما بيقول أما أنا هذا لا يعني أنه جاء لينقض ما سبقه بالعكس هو جالها صراحة ما جئت لأنقض النموس بل لأكمل النموس فبتكمله للنموس وتكمله وإتمامه للنبوات تعدى عهد القديم وتعليمه السابعة هو بيكمل قصد الله نحو شعبه وكنيسته وأخلاقيات أولاده وبناته اللي مفروض يعيشه يعني عاوز أقول بس إضافة صغيرة أنه أنه العزة على الجبل وأخلاقيات المسيح اللي نابع من كمال المسيح ليوجد تعليم ممكن تقارنه لأن كل التعليم والأنبياء والأي شيء آخر في هذا الوجود يسقط أمام تعليم يسوع المسيح ده صحيح جدا يا خمزار عشان كده الرب يسوع طلب أنه المؤمن الحقيقي عشان كده على الفكرة الوعزة على الجبل ليس للناس كلها كانت لتلاميذه لا وكمان للمفديين أيوة يعني لأنه لا أستطيع مين ممكن كيف أنا ممكن أحب أعدائي بالضبط كده ده تمكين الروح القدس ليا لأنه أنا عاجز صح فيما عاجز النموس عن فعله أنا عاجز لأنه النموس طالب مني حاجات فوق إمكانياتي لكن الروح القدس هو اللي بيمكنني وإحنا في يسوع اللي تمم الشريعة بالكامل فنحن فيه أبرار وكاملون ده صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر